مرحبا برج العذراء اهلا فيكم في قراءتكم العامة القراءة راح تكون حق الطالع والشمسي وايضا القمري راح ابتدي بالجانب العملي المالي في الوظيفة او المشاريع اللي بانتظاركم خلال الشهر اول شي عندنا اس of swords السيف الاول برج العذراء انت خلال هذا الشهر في العمل او في الوظيفة وايضا في المشروع تعبت وسئمت من محاولة الاخرين ان يخلونك تسوي الامور على طريقتك بالعادة انت من الابراج اللي جدا عفوية ومتعاونة نعم ولكن هذا الشهر كأنما انت مستعد ان تعمل الامور من خلال منظورك الخاص ان كان فوقك مرؤوسين سوري رؤساء في العمل شركاء في العمل او شخص دائما يعطيك تعليمات من ناحية المالية واحتمال حتى الشريك اذا كان هو دائما اللي يقيد الاتجاه المالي انت خلال هاي الشهر راح تأخذ هاي الكفة مرة ثانية وترجحها نحو نفسك يعني راح تأخذ الكنترول على حياتك العملية اشوفك هنا دائما كنت تنصد الى الاخرين وتسمع نصيحتهم لفترة طويلة من ناحية الاموال الوظيفة احتمال حتى تخصصك في الجامعة هذا الجانب العملي انت لم تقيد بنفسك لفترة طويلة خلال شهر القيادة راح تكون في يدك انت انت راح تكون مصرع على هاي الموضوع وايضا انت كأنما هني عندك كرت العدالة بما انه كأنه هني عندك شوية لوم للاشخاص اللي حولك انه نصائحهم ما كانت دائما لمصلحتك او تفيدك بالطريقة المطلوبة خلا نشوف بعد ما هي الرسائل بالضبط لان الاشخاص اللي حولك وان كانت نيتهم طيبة ولكن استماعك لهم طوال الوقت كان دائما يدخلك في دوامة ما تطلع منها احتمال الوظيفة اللي مثلا يرشحونك لها ما تسعدك وان كان هم يرون فيها مصلحتك انت خلال هاي الشهر رح بدون ثلاثة السيوف انت رح تسحب السيف الاول رح تطلع للعلن تطلع وتواجه هؤلاء الاشخاص عندك كرت المواجهة وتخبرهم برغباتك الحقيقية شلون تريد ان الامور تمشي منحين وطالع بخصوص حياتك حياتك العملية حياتك اللي فيها وظيفة حياتك اللي فيها دراسة انت كأنما هني تقول لهم هذا الامر مثله مثل الزواج ما يصير احد يفرض عليه عندك ايضا وجهة نظر جديدة بخصوص الموضوع احتمال تريد ان تغير مشروعك لحالي او وظيفتك مو بشكل كل التغيير انت لحد الان اشوفك محافظ على الوظيفة الاولية او الاموال اللي عندك ولكن تريد ان تبني عليهم تكثرهم وتزيدهم ولكن عندك فكرة مبتكرة الفكرة المبتكرة هذه رح توصلك ان شاء الله الى مرادك ولكن في نفس الوقت يا برد العذراء كأنما هني احس الناس اللي حولك ان مشكلتك مو في الفكرة فكرتك للمشروع ومن اجل تطوير نفسك ترى صحيحة ومبدعة فيها ابداع وفيها سهولة حركة ولكن العائق الوحيد بينك وبين احلامك المالية وطموحاتك او ما تريد ان تصل في الحياة وهو نهاي المرحلة مرحلة الناس اللي حولك اللي دائما يريدون ان يحسسونك بتأنيب الضمير دائما حسسونك ان انت يا برج العذراء ما عطيتنا الاداء بالشكل المطلوب من اجل ذلك احنا ما نقدر نسمحلك هنا تحصل على اللي تريده في الحياة او كأنما انت يقول لك يا برج العذراء انت قراراتك مثلا طائشة انت ما تعرف احنا نعرف افضل منك عشان شذي احنا قاعدين نوجهك انت عارف نفسك وصلت الى مرحلة النضوج وصلت الى المرحلة اللي تستحق فيها ان تقود عربتك الخاصة فلا تخلي احد ثاني في هاي المرحلة في هاي المجال يقودك لانه هنا ما بين ثلاث الخماسيات وثمان الخماسيات يعني لي ان انت على حق في وجهة نظرك لهاي المشروع لهاي الفكرة كأن مشرارة ابتدت عندك رح تحافظ مثل ما قلت لك رح تحافظ على الشي القديم ولكن رح تظل تبني عليه وتبني عليه بطريقة مبتكرة تفتح له مثلا تسويق اونلاين تفتح له طلبات تستقبل طلبات من دول العالم عندك فكرة مبتكرة لطريقة ترويج مشروع او وظيفة او شيء انت ابتدت فيه من قبل بمساعدة هؤلاء الاشخاص فانت كأنما في الحياة العملية ستصل الى مرحلة النظوج والتحرر من افكار الاخرين ستكون شخص بزنس شخص مكافح من اجل نفسك عندك كرت الامبراطور ستتخلص من الاشخاص اللي دائما يأمرونك ان شاء الله في الفترة القادمة خلنا ننظر على الصعيد العاطفي ما الذي ينتظرك يا برج العذراء مثل ما قلت لكم هذه القراءة العاطفية رح تكون عامة رح تكون في قراءة عاطفية من فصلة لشهر مايو رح ندخل فيها بالتفصيل للمتزوجين والعزاب وايضا المنفصلين عشان تكون القراءة ادق لكم خلنا نشوف الحياة العاطفية برج العذراء الشريك في الفترة القادمة سيصدمك بحقيقة ما ما هي هاي الحقيقة انت في البداية ما رح تكون متقبلها ولكن انها نعمة متنكرة كنقمة بالنسبة لك يعني هي رح اول شي تكون ردة فعلك خوف قلق صدمة من الشريك شنو رح يسوي بالضبط ما اعرف احتمال انه يرغب بالسفر يرغب بتغيير عمله يرغب ان ان يحتك باشخاص جدد اوكي رح يصدمك الشريك في الفترة القادمة بمعلومة ما بخبر ما ولكن هو قرار الشريك كان مبيت انه بخصوص شي معين لفترة طويلة هذا القرار ما كان بين يوم وليلة ولكن بالنسبة لك انت رح يأتي بين يوم وليلة ما رح تعلم ان الشريك كان يفكر في هاي الموضوع من فترة طويلة احتمال ممكن يصدمك بخبر زواج او بخبر شي قاعد يصير عنده في البيت شي مهم كان قاعد يصير عنده في البيت وكأنه ما قاعد ينطبخ على نار هاتي لفترة طويلة ولكن ما رح يعطيك الخبر الا بشكل مفاجئ في الفترة القادمة القادمة كأنه انت هنا في مرحلة ثبات خبر خير ما تدري عن اللي قاعد يصير ترى لما اقول مشرط لما نشوف في لحظة البرج معناتها تغيير سلبي دائما لازم نكون منفتحين ومتقبلي لكل الخيارات في الحياة ونعرف وعندنا ثقة ان اللي في مصلحتنا في النهاية رح يصير سواء الشريك صدمك بمفاجئة صدمك برغبته في العمل في دولة ثانية صدمك برغبته في الهجرة ممكن يكون يصدمك بزواج يصدمك بخبر بامور مالية قاعد يمر فيها داخل المنزل ممكن يكون اي شيء وكل واحد السيناريو ما لا يختلف ولكن هذه هي الطاقة العامة ان الشريك صار لفترة طويلة قاعد يفكر ويقرر شلون رح يوصل لك الخبر النهائي انت عندك طاقتك العادية طاقة الارض والشريك عنده طاقة الهواء احتمال انك تتعامل مع برج هوائي فيه طاقة سيو في هني كثيرة الابراج الهوائية طبعا ايه كأنما تحس ان الشريك الاشخاص اللي حوله قاعدين نحطون في بالي الافكار ولكن هذا الكلام غير صحيح احنا اوقات كثير لما ما نقدر نفهم دوافع الشخص الاخر نبتدي نلوم الناس اللي حوله نبتدي نلوم الظروف نلوم اشياء ثانية ولكن هني لازم تستوعب ان هذا الشخص ان هذا الشخص ينبع من رغبته او هذا القرار ينبع من رغبته الداخلية انت هني كأنما لا تريد ان تعرض استقرارك خصوصا المادي ما تريد التغيير تريد ان تبقى في نفس الدولة في نفس الطريقة انتوا مع بعض شوف بما ان انت عندك ملك الارض وهو عنده ملك السيوف في مرحلة من المراحل انتوا اتفقتوا على شيء خلال سنة مثلا رح نتزوج خلال سنة رح نهاجر خلال سنة رح نحاول نكون عائلة او اطفال هاي النوع من الطاقة ولكن شريكك في الفترة القادمة كأنما سيأتي ويعطيك رغبته في قرار ثاني وهي رغبة اكثر من قرار لانه ما تقدر انت تتحاربها هو يرغب بهذا الشيء ما الذي يرغب فيه احتمال تغيير شامل في الامور اللي اتفقت عليها اذا اتفقتوا على موعد زواج معين احتمال انه يقدمه او يأجله احتمال انه يطلب السفر الى دولة ثانية يطلب منك انه تبتدي تفكر معايا برج العذراء انه انتوا تعيشون في منطقة ثانية لانه اشوفه هني هني يريد التغيير يريد ان يتقدم الى الامام ويستطيع عنده كرت الملك ولكن في نفس الوقت لا يريد التقدم بدونك رح يحصل على الفرص هذا الشخص شريكك رح يحصل على الفرص رح يحصل على الاموال الاشخاص رح يكونون دائما حولا في هالفرصة الجديدة ولكن هو يريدك انت الى جانبه فالسؤال هني هل تستطيع ان تتخلى عن حياتك اللي حاليا بنيتها استقرارك اللي بنيتها لحد الان وانت انضم اليه في رحلة جديدة هذا هو السؤال لك من الناحية العاطفية خلنشوف اللي بعده على الصعيد الصحي والقانوني ما هي التغييرات او التطورات اللي بنتظارك يا برج العذراء الشي الوحيد اللي قاعدة اشوفه وهي سيناريو ما راح ينطبق للكل اذا انتو ما قاعدين تحاولون يا برج العذراء للحمل اهني اشوف مرحلة فحوص ما قبل الزواج فحوص ما قبل الزواج اذا انت في هاي المرحلة مع الشريك من زين فكأنما شوي راح تصير بعض العراقيل الشريك او انت حتى فحوصكم او نتائج الفحوص مع بعض ما راح تركب يعني اذا انتو حتى متزوجين اهني وتحاولون ان يكون عندكم بيبي راح شوي يكون في ما اقول لك مشكلة ولكن عراقيل لما يأتي نتائج فحصك مع نتائج فحصه راح يكون في كأنما رحلة جديدة رازم تبتدونها ولكن من اجل العلاج انتم محتاجين رحلة من اجل العلاج لان انت بخير اشوف صحتك تمام والشريك ايضا تمام ولكن كأنما راح يكون شوي في صعوبة في الانجاب او مرحلة فحوص او شي بخصوص فحوص ما قبل الزواج اذا ما كنتوا في هاي المرحلة كنتوا عزاب او متزوجين فالامور ان شاء الله كلها بخير وتمام ولكن ايضا نشوف هني ان كأنما في مشكلة في اداء الشريك للفترة القادمة كأنما الشريك رح يكون متعب طاقة الشريك هني طالع عندك احتمال انه برج مائي شوي رح يكون متعب خلال الشهر القادم مو متعب مريض كثير ما انه يحس بالخمول هاي النوع يطلب منك شوف الورق الشجر اللي تحت يطلب نوع منه ليس التدخل الطبي كثير ما انه اعشاب او تغير في اسلوب حياته خلنا نشوف الجانب القانوني ماذا ينتظرك واذا كنت اعزب يا برج العذراء فانت في اوج قوتك عندك الاميرة العزباء اذا كنت اعزب فكل الامور رح تكون ان شاء الله تمام الى الافضل خلنا نشوف الجانب القانوني برج العذراء اذا انت على وشك او داخل في قضية او عندك اي اجراء حاليا تنتظره في النظام القانوني الرسالة لك ان لا تثق بالاشخاص او لا تغض البصر كليا عن الوضع يعني كأنه هنا لا تؤجل لا تماطل لا تخلي المسئولية بيد شخص ثاني دائما لما نشوف طاقة اميرة السيوف دائما تقول لنا لازم ناخذ الامور بدون ان نخجل بدون ان نبتعد عن الصورة لازم احنا نكون في وجه المدفع في هاي القضية او اذا عندك اي اجراء معين او حتى اذا تحس ان في اي احد يهدد استقرارك الداخلي اي احد يحاول ان يخرب بيتك او يخرب زواجك يخرب مشروعك عندك هاي النوع من الطاقة ان في اشخاص معينين قاعدين يحاولون يخربون عليك فانت هني كأنما الحلك ان دائما تكون موجود بالصورة لا تعتمد فقط في القضايا على المحامين لا تعتمد فقط على الامور اللي انت متعود تسويها حتى لو كان مشروعك تمام بدون تدخلك المباشر احرص ان انت تكون دائما موجود بشكل يومي وتدخل في ادق التفاصيل تكون متواجد السيف هذا الصغير دائما يقول لنا احنا ما راح نحتاج ان نواجه ولكن لازم نكون متواجدين حول الاشخاص اللي همونا المشاريع اللي فتحناها عشان ما تنتهي بخسارة عشان ما ينتهي كوبنا لشخص اخر يأخذه منه كأنه ما عندك طاقة ان في احد يريد ان يأخذه منك شيء سواء في محكمة او لحد الان لم تصل الى اجراءات الانفصال او القانون ولكن هني يقول لك لا تتكل على النظام القضائي لا تتكل على المحامين لا تتكل على المساعدين خذ الاجراءات بيدك وخل عندك طاقة الشك طاقة اللي انا موجود انا في الكنترول انا اعرف عشان ما يكون كأنما هني في لعب ورا ظاهرك يستغلون عدم وجودك او غيابك او انشغالك باموات ثانية ومسؤوليات ثانية عشان يأخذون منك الشيء اللي انت عبت عليه وحتى اذا كان انت يأس يا برج العذراء لحد الان ما مش الموضوع اللي في بالك وما حصلت من المشروع على اللي تريده تأكد ان في طريقة ما كأنما الموضوع موقف بسبب اشخاص معينين وتدخلاتهم فلا تخلي كأسك يحصل عليه شخص ثاني لا تعطيهم فرصة هذه كأنما تحذير قبل حتى ان تدخل الى النظام القانوني او تدخل محاكم مع اي اشخاص هذه هي الرسالة لك واخر شي رح ننظر الى من القادم في طريقك او ما هي الاخبار القادمة في طريقك ونشوف ما الذي ينتظرك من القادم في طريقك ترى مو شرط تكون حبيب ممكن يكون زميل صديق احد رح يساعدك في شي مهم احد رح يوقف معاك خلال الفترة القادمة اوكي بالضبط في شخص من الماضي في شخص من الماضي يا برج العذراء لم ينصفك في السابق رحل عنك او تخلى عنك هذا الشخص خلال شهر مايو كأنما سيحاول ان يستملك مرة ثانية يحاول يرجع حياتك من العدم من الصفر كأنما كان مخفي ويرجع تعرف كأنما طاقة الشبح يظهر من العدم عند هاي النوع من الطاقة سيحاول ان يستملك بطاقة خفيفة طاقة عزو مع العشاء طاقة رسالة طاقة مجرد يسأل عنها حوالك ولكن اشوفك هنا انت يا برج العذراء كأنما ما تريد ان تكسر قلبه او تجرحه ولكن في نفس الوقت ما تقدر انك تجامل هذا الشخص لان انت فعلا مضيت قدما عندك كرت العربة مضيت قدما صرت في مكان جدا مختلف في حياتك مكان ما يسعيك ان تريد تستقبل هذا الشخص في شخص انطويت صفحتك معه ممكن يكون حتى صداقة ممكن تكون حتى زمالة او فكرة معينة انطويت عليها الصفحة او انتهيت منها يعني مثلا اذا انت ملك بزنس واتاك عرض عمل انت رافض الفكرة لانك خلاص حاليا مضيت قدما عندك مشروعك الخاص فانتو اخذ الرسالة بما يناسب وضعكم ممكن تنطبق على مشروع على الناحية الاسرية حتى الناحية العاطفية خذوها مثل ما تنطبق على حياتكم راح اشوف حين بيرت الاخير تابع النصيحة لك relationship patterns في بورت قبلكم ايضا حصل على هاي الرسالة مثلها relationship patterns هنا يتكلم عن نمط العلاقات كأنما الملاك الاكبر هنا او الانسان الاكبر في هاي الصورة يمثل النفس العليا لنا يمثل الحكمة اللي داخلنا اللي تعلم الجواب لكل الاسئلة واحنا هنا احنا هنا في اصغر حجما يقول لك take strength and recognize the need for change احنا محتاجين للقوة مو بس قوة قوة وشجاعة عشان ندرك ونعترف ان احنا محتاجين نغير اذا في امور يبرج العذراء احنا تونا في بداية السنة لحد الان اوكي او بنوصل قريبا نص السنة ولكن لحد الان كأنما الطاقة فرش عندك الطاقة جديدة حان الوقت ان انت تكون شجاع تقرر مع نفسك تصارح نفسك ترى بينك وبين نفسك مو لازم تقول لي او تقوله شخص ثاني او تتكلم عنه مع اشخاص وتفشي اسرارك هنا عنديك كارت النفس العليا نتكلم مع نفسنا ندرك لماذا احنا دائما ننجذب لنفس النوعية من الاشخاص في امور عندك في البزنس انت تحاول ان تأخذ فيها الكنترول تحاول تغير فيها المسار تحاول تكون استقلالي وعصامي من اجل نفسك في اشخاص احتمالي يحاولون يرجعون في حياتك راح تصدهم ولكن هنا عشان ندرك لماذا نمط العلاقة دائما يتكرر لماذا هاي نعيم الاشخاص دائما احنا نجذبهم لماذا احنا دائما ننتهي في نفس الموقف محبطين مخذولين لما نسأل نفسنا هاي الاسئلة راح نكون بيننا وبين نفسنا نلاقي العلاج لان راح نبتدي نغير رغباتنا نبتدي اول شيء نصف الواقع هذا هو الواقع ولكن انا ارغب بشخص افضل شخص يريدني كما اريده مو فقط خلي نقول حب من طرف واحد او رغبة غير متبادلة لازم ندرك بيننا وبين نفسنا يا برج العذراء عزيزي برج العذراء اهدت شكرا اشتركوا في القناة